اشتركوا في القناة ورد معه علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين مشيدا جلالته بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات البحرينية البريطانية في شتى الميادين خاصة في مجالات التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي مؤكدا العاهل المفدى الحرص المستمر على تطوير هذه العلاقات العريقة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للمملكتين وشعبيهما الصديقين موضحا جلالة الملك المفدى بأن مملكة البحرين تعد نموذجا يحتذا به في التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف الأديان والمذاهب كما أكد جلالته حفظه الله على دعم مملكة البحرين لكل الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة مشيدا صاحب الجلالة في هذا الجانب بالدور الذي تطلع به المملكة المتحدة وبإسهاماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي وأبحث العاهل المفدى مع وزير الدفاع البريطاني تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين الصديقين من جانبه أعرب وزير الدفاع البريطاني عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين مؤكدا التزام المملكة المتحدة تجاه مملكة البحرين في شتى المجالات منوها بعمق العلاقة التاريخية التي تربط المملكة المتحدة بمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر